فكرة القرية أتت من خلال عملنا مع الأطفال من أصحاب الهمام خصوصاً الأطفال اللي عندهم تراب التوحد نحتاج نطلع للعالم الخارجي اللي هم يعملوا تدريب على كيف الحياة العامة الذهاب للسوبرماركت، الذهاب للمطاعم، السفر في الطائرة، المطار فإذا فكرة القرية عملنا محاكاة للبيئة الطبيعية داخل أسوار القرية حيث أن الأولاد بيجوا لعنا إحنا ومنتم تأهيلهم وتدريبهم كيف التعامل مع المجتمع الخارجي حتى في المرة القادمة لما يطلعوا مع أهاليهم بيكون هذه الأشياء ما فيه مفاجآت، كل شيء متوقع بالنسبة لهم بتكون الأمور الحياتية أسهل القرية مبنية على 32 ألف متر مربع، مساحة البناء عليها 19 ألف متر مربع الطاقة الاستعابية 500 طفل يومياً بالإضافة إلى التدريب على الحياة اليومية للأطفال برضو نقدم إحنا العلاج الوظيفي، العلاج الطبيعي، العلاج النطق واللغة بالإضافة إلى العلاج التعديل السلوك الآن القرية كاملة بشكل عام هي أول فكرة على مستوى العالم اللي نقدر نجمع كل ما يحتاجه أطفال أصحاب الهمام واليانج أضل سحة من أصحاب الهمام في مكان واحد عنا بوكيشن البروغرام كبير داخل القرية اللي هو كيف ندور على الطاقات الموجودة عند هذول الأطفال كيف نقدر ننميها حتى نوجد إنهم مكان عمل طبعاً بعد تدريبهم إذا كان في مجالة توظيفهم داخل القرية بيكون الهدف الأساسي لموظيفهم داخل القرية إذا لا بالتعاون مع الجهات الحكومية هنا في دبي زي شرطة دبي، طيران الإمارات، بلدية دبي حتى الشركات الخاصة بإيجاد وظائف لإنهم هناك القرية تم الانتهاء من بنائها الآن وإن شاء الله تعالى رح نستقبل أول أطفالنا بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالثاني من ديسمبر زي ما أنت شايف هون القرية عبارة عن منتجة زائد مكملات العلاجية التي يحتاجها الطفل موجود عندنا الهيبوثرابي ده هو العلاج في الخيول موجود عندنا المحاكاة كاملة زي ما حكينا بالإضافة للخبرات اللي جاي من جميع دول العالم يعمرت القرية 325 موظف معظمهم من كوادر مؤهلة من الخارج على أساس أن نقدم مستوى ينافس بالأحرار نتميز عن أي مركز موجود في العالم حتى في أمريكا أو في بريطانيا بتوقع الخدمة المقدمة عندنا هنا وصلنا للمرح نقدر نتميز فيها عنهم ترجمة نانسي قنقر